في بداية العام الدراسي واعتقد ان كده فات وقت طويل حوالي اسبوعين من بداية العام الدراسي الجديد في كل الجامعات المصرية وبدأت الاخبار عن انه يا جماعة ده خلوا بالكو ده الطالبة اللي لسه ما دفعوش المصروفات بيتم منعهم من دخول الحرم الجامعي دي الاشاعة لكن الحقيقة مشكوراً تاني المركز الاعلامي لمجلس الوزراء نفى ما تردد من انباء بشأن انه في اي منع للطلاب من دخول الحرم الجامعي بسبب عدم سداد المصروفات الدراسية وزارة التعليم العالي كمان نفت الانباء دي وقالت معلومة بقى مهمة بصراحة كده وقبل ما نتكلم في التفصيلة هو فات اسبوعين من بداية العام الدراسي ومصروفات الجامعية في الجامعات الحكومية هي مصروفات بسيطة ورمزية هل في مبرر انه القادرين ما يدفعوهاش غير اننا بنكسل بنأجل بنتأخر فمن الطبيعي انه زي ما بيحصل في اي جامعة تانية جاي مدرسة تانية انه هيبتدي يفكرك يقول لك طب المصاريف طب ندفع المصاريف لكن اللي حاصل انه ممكن يكون القادر كمان نتأخر فحصل تنبيه للطلاب طريقة التنبيه مهمة جدا يعني مهمة جدا مبقاش التنبيه انه لا ما تدخلش الحرم الجامعي دي حاجة كارثية ممنوعة قولا واحدا لا في المدارس ولا في الجامعات ولا في اي مدرسة ولا مؤسسة تعليمية مفروض انه طالب يمنع من دخول المؤسسة بسبب المصروفات لكنه اه ممكن نتكلم نفكر طيب الغير القادرين على دفع المصروفات الجامعة اكدت او وزارة التعليم العالي على احقية كل طلاب الجامعات انهم يدخلوا الحرم الجامعية انتحقوا بكلياتهم حتى في حالة عدم سدادهم للمصروفات الدراسية والحكومة او الجامعات الحكومية تحديدا بتخصص ميزانية لمكاتب رعاية الشباب التابعة لها الميزانية دي او مكاتب الرعاية هي اللي بتقوم بسداد المصروفات عن الطلاب المتعفرين سواء بقى كانت المصروفات دي مصروفات دراسية مصروفات جامعية طب عشان يحصل هذا الاعفاء بفي مجموعة من الاوراق المطلوبة اذا الاجابة نحب الحياة بقى فوضى لا نحب اسفة في الكلمة كده نطنش ونقول لا مش هندفع حتى المصاريف الجامعية الحكومية وإحنا قادرين ندفعها محدش هيرضب ده غير القادرين هيقدروا يتوجهوا إلى مكاتب رعاية التناب ويعملوا كده بسرعة ويخلصوا أوراقهم وبالتالي يخدوا الاعفاء من المصروفات الدراسية كده بكل بساطة مش محتاج الحكاية تبقى إشاعة ومش محتاج طبعا يحصل أي ممارسات موسيقى للطلاب من أي شخص يتداعي أن هو ليه سلطة يعمل غير كده مجلس الوزارة قال لا يدخل وزارة التعليم العالي قالت لا يدخل الحرم ينيجي عند المصاري بقى نتكلم لينا كلام دي ترجمة نانسي قنقر